تأجيل المحكمة الاتحادية النظر بدعاوى الطعن بجلستي البرلمان التي عقدتا في شهر الماضي الى الثامنين من حزيران القادم ابقت على ما يبدو الباب مفتوحا للمشاورات السياسية للتوصل الى حلول بين الاطراف المختلفة بما ان المشهد السياسي مربك فالمحكمة الاتحادية اراد تعطي فسحة لكي تهدأ بعض النفوس لانه لا زال هناك شد وهناك ابواب تدفع الى ارباك المشهد سياسيا بين الفرقاء السياسية وبحسب عدد من النواب فان تعطيل البرلمان وقتا اطول ليس في مصلحة البلاد التي تمر بظرف حساس خصوصا وان ازمة مجلس النواب معقدة وتحتاج الى وقت طويل ليتسنى للقضاء البت فيها ليس من المنطقي ولا من المعقول ولا من الشعور بالمسؤولية ان نجلس ننتظر قرار بعد عشرة ايام او اكثر قرار المحكمة الاتحادية في وقتها يكون ملزم للجميع ويجب ان ينتزم به الجميع لكن الى صدور القرار تستمر دسات مجلس النواب وتستمر القرارات وهذه قضية طبيعية وقضية قانونية وهذا ما دابت عليه كل دول العالم لماذا نختلف نحن في العراق انا سألت عن الوقت الذي تحتاجه المحكمة الاتحادية للبت في هذا الموضوع حسب المعلومات والاجوبة اللي حصلت عليها بانه تحتاج وقت طويل ليس بالمهلة اليومين او الثلاثة او الاسبوع تحتاج وقت اطول حتى تتبت بشرعية الجلستين فبالتالي لا يعتبر انه هو تسويف وانما هو وقت يحتاج المحكمة حتى يصدر قراره بشكل مهني وقانوني وتبقى ازمة مجلس النواب امام خيارين لا ثالث لهما فاما ان تحسم المحكمة الاتحادية الازمة او انتظار ما ستقول اليه الحوارات السياسية التي من المؤمل ان ترتفع وطيرتها خلال الساعات القادمة من اجل التوصل الى حلول تخرج سلطة التشريعية من ازمتها من بغداد صالح طيب المدى